جوة كبيرة بين واشنطن وطهران في مباحثات فيينا هذا ما أكده مسؤولون أمريكيون وإيرانيون وأوروبيون بحسب تقرير لموقع أكسوس الأمريكي تحدثوا عن أن الفجوات لا تزال واسعة بين واشنطن وطهران بشأن استهناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 على الرغم من التصريحات الأمريكية التي تقول إن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن خلال أسابيع إذا اتخذت إيران قرارا سياسيا بذلك موقع أكسوس نقل عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لاحتمال انهيار محادثات فيينا دون التوصل لاتفاق مع إيران المسؤول الأمريكي أضاف أنه في حال فشل المحادثات فإن إدارة بايدن ستبدل قصار جهدها للتأكد من أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا كذلك كشف موقع أكسوس أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين المواقف الأمريكية والإيرانية بشأن شكل العودة المتبادلة للاتفاق النووي في سياق متصل اتهم مسؤول أمريكي إيران في وقت سابق بعدم بدل جهد كاف في المفاوضات قائلا إنه لم يتم الاتفاق على أي نقطة حتى الآن في فيينا بشأن النووي الإيراني كاشفا أن إيران تقدمت بمطالب غير واقعية ويعود المسؤولون الأمريكيون إلى فيينا لإجراء جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن كيفية استئناف الامتثال للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 ما دفع إيران للبدء في انتهاك بنوده بعد ذلك بيعا ويتمثل جوهر الاتفاق في أن تلتزم إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي ما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر